موسيقى أنا كل يوم أحد الساعة 9 تلاقيني في برنامجي بفكرة في قناة المجلس صالي حوالي سنة وكل يوم يوميا تقريني في الصفحة الأخيرة في الجريدة أعتقد أكثر من شيء وايد أصير لا لا موايد قاعدت حضر شهيدين بعد؟ وبالدواوين ومكلمة قاعدت حضر شهيدين؟ لا حاليا نشغل على إن شاء الله دورتين للمجلس وفي تفكير بإعادة ستة على ستة أيضا من قناة المجلس وإن شاء الله يتم هذا لأن ستة على ستة برنامج قريب مني ومن قلبي ومن نفسي وإحنا بعد فقدناها البرنامج لأمانة كانت متابعة كبيرة لهذا البرنامج محمد الله محمد الله محمد الله مهمة تخص الشارع الكويتي محمد الله هو عموما طرح القضايا يعني ترى القضايا ما تختلف أنا قاعد أنقل باليوتيوب يعني تراثي اللي اشتغلت عليه من أربعين سنة يعني نقلت حوالي ثمانمائة وخمسين حلقة المواضيع وحده لسه كان على التعليم على الصحة أنت يمكن تناولون نفس القضايا لكن التناول مختلف فستة على ستة كان يتناول القضايا الهامة لكن البلاتفورم طريقة مالتة في وقتها الآن أنتم فيكم البركة برامج مباشرة وقاعد ترحون القضايا العامة أنا إذا رجع ستة على ستة راح أكون عودة من عرض حزمة إن شاء الله إن شاء الله نتكلم موضوع العلام بندش بالعلام شو رأيك اليوم الحرية في العلام أو تقييمك في العلام هل تراجعت؟ بلكويت أي بلكويت ما تراجعت بس الإعلام مقموعة أو الحرية الإعلامية أصبحت مقموعة بقانون المرء والمسموع اللي مع الأسف صدر ربما في حين لأغراض معينة في نفس المشرع ولكن قلب الأثر حتى على نفس من أتى بهذا التشريع أنا سئلت عدة مرات عن كيف أنظر الإعلام اليوم هذا قبل عشر سنين تقريبا اللي هو بداية ظهور قانون المرء والمسموع قلت لهم أنا أشعر بغربة في هذا المجال طبعا الغربة لها جانبين لها جانب الإثارة وإحنا متعودين على مدارس اللي كنا ربينا فيها مدارس الرزانة الإعلامية والموضوعية وما تسئل الضيف ولا تسئل المشاهد في البعض مع الأسف في الإعلام المستحدث الإثارة هي يعني اللاعب الأساسي مع الأسف في البعض المهم أنا غريب على هالجو زائد أنه قلت غريب أو أشعر بغربة لأن قانون المرء والمسموع يسجن المقدم ويسجن المعد ويسجن مدير القناة ويوديه وجرجر النيابة إحنا في زمننا أنا بديت أول السبعينات واللي قبلي بالستينات ما كان الضيف هو مسؤول عن ما يقوله ما كان الجرجر الواحد فبقعد أنا مقدم برنامج له معد وبحسب ألف حسابي بالقانون شطرح وشقول هذا الحريات الإعلامية إلى حد ما تقييدت من هذا الجانب أنا ما أقول تقييد الشتائم وتقييد الإساءات أنا ضد هذا تماماً بس في قوانين جزاء تطبق نعم لكن مع الأسف يه القانون المرء والمسموع الإعلامي أصبح ما يدري منين يتحرك مو شرط أنه بيشتم لهالموضوع هذا قد يمس أمن الدولة هذا قد يمس القبيلة الفلانية لا هذا يمس يعني صار الخوف عليه قبل أن يكتب أي كلمة يتحذر طبعاً الأمر هذا فيصل نعم أيضاً عشان أكون منصف الحرية مقرونة بالمسؤولية نعم لا يوجد حرية مطلقة في أي مكان في العالم ولابد أنك أنت تلتزم بحدود القانون لكن متى مثل في أوروبا أنا أسأل مرة الأستاذ جاء هذا الخازم نعم فيه اللقاء مباشر معه قلت له أنت في صحافة الاغتراب يعني في الحياة تصير بلندن وكان رئيس تحريد قلت له شون التعامل مع الحرية قاله تعامل من المحامي جدامي القانون بس يقول أقدر أقول الوزير الفلاني حرامي بس المحامي على طول يقول لي سرق مين وين الشيك اللي يخذه حطه وين فيه شن القضية يقول هناك ما نقدر نقول حرامي بس احنا هنا في أي دوانية في أي جريدة استولح سرق باق مدري شن هو فأنا لا يتحذر الإعلامي أنت غريمة أنا أي واحد تحذر تحذر بأنك ما تسئل للآخرين صحيح لكن اليوم حتى لو بتطرح بموضوعية بتوازن والله من بيزعل مني صحيح ترفع راسك ما تدري من بتحوش تنزل شوية ما تدري من بتحوش مني بو خالد أنت درست اقتصاد ونجحت في الإعلام اقتصاد وعلوم سياسية نعم ونجحت في الإعلام كيف ممكن لأن الإعلام جزء من السياسة يعني الإعلام مثل ما انت شايفتها يعني اليوم الإعلام شريك ولاعب في جميع الملاعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ممكن لها هوايتي أنا كانت بالإعلام درست الاقتصاد لأني أرغب بدراسة الاقتصاد بالدرجة الأولى تخصصت فيه يعني في جامعة الكويت وأيضا مهتم أنا بالعلوم السياسية فدرست علوم سياسية ومارست هوايتي من خلال جمعية الخرجين في الإعلام والحمد لله يعني يبدو أن الخط هذا مشي ومشي بالتوازي يعني من هناك العيشي ومن هناك دوغة الراس فمشي خلال هال 45 سنة الحمد لله باللاينين لأن مثل ما قلت لك أنا حتى كتاباتي شي أكتب فيه أكتب في قضايا سياسية وقضايا اجتماعية ما أكتب بالفن مع احترامي للفن والفنانين ولا أكتب بالرياضة مع احترامي للرياضة والرياضيين أكتب فيه قضايا سياسية وفيه قضايا اجتماعية وفيه قضايا اقتصادية اللي هي يدور من حولها علم السياسة والاقتصاد أيضا يكمل للسياسة فيمكن هالخلطة هذه هي اللي اللي يوصلت إلى هالاهتمامات بثلاث أمور طيب خالد اليوم السوشال ميزة صار لها تأثير كبير في الساحة الإعلامية شون شوف تأثيرها اليوم أثر على الورقة أنا شخصيا شوف تلاحظ أنا أقول كله عندي قلم هنا نحن قلمي أخواتي الجانبية كاهو بعدها علشان أثبتلك أنه عندي قلم مع حمد قلم هذا القلم استخدمه بالنادر نعم أنا كتابتي بالآيباد بالموبايل حتى مقالاتي اليوم السوشال ميديا أو العالم الافتراضي الكل قاعد دشينا فيه نعيش أبينه أم شئنا حبنا أم كرهنا الغالبية طبعا ما أقول الكل بس أنا أقول هو عالم العصر يعني لابد لنا حتى ننتمي إلى جيل ما قبل الانترنت وقبل الموبايل وقبل الأجهزة الذكية لابد أننا نخرط في هذا العالم ونلاقي نفسنا متأخرين جدا يعني يعني هناك ناس أول ما طلع التلفزيون قال لك ما لا يخلقه أنا ما أقرأ أنا بس أقرأ الكتاب شوي شوي قام يطالع نشرة الأخبار شوي شوي قام يطالع الرياضة شوي شوي قام يتابع مسلسلات شوي شوي أفلام فيعني حتى التلفزيون كان مستحدث بس اليوم بو خالد السوشال ميديا تفاوضت أو تعدت الإعلام تفوقت يعني في الإعلام إن من ناحية الدعاية والإعلان ما صارت في التلفزيونات كلا حين في السوشال ميديا في التواصل الاجتماعي سرعتها خلت لها أهمية في الساحة الإعلامية يعني السوشال ميديا حط قدمها بثبات في التأثير على المتلقي تأثير بمعنى شنو سرعة الخبر اليوم أنت حاضرة مباراة تنقلينها بمثلا الإنستجرام باللايف تنقلينها بأي وسيلة في السناب شات باللايف فورا تمشين بالشارع واحد قتل واحد الصورين ودزينها قبلاتي العدالة وقبلاتي سي أن أين وقبلاتي هذا سرعة سرعة الوصول لكن هم بعد المشكلة أني أنا شخصيا ما أستغي أخباري من السوشال ميديا يعني كناس يقول لا لا اليوم كاتبي بالواتساب وفلان فلان مات وفلان حية فلان سوى عملية أنا أنا شخصيا شافني أحد الإخوان الفنان الكبير سامي محمد فنان تشكيلي قال أشوال اللي شفت يكتونوا إياه من أمريكا يقولون الله أعطيك طولة العمر أن توفيت أنا مستانس منين يقولون قارين بروتكاست واصل بروتكاست يعني خبر وفاة الشخص ما يكون صحيح فكثير من مصادر السوشيال ميديا غير موثوقة زائد يعني إذا تسمحوني شوية أخذ ركت أقول يعني تعليق أو رأي في موضوع السوشيال ميديا مع تقديري واحترامي للبلوغرز الكبار والناس اللي تتابعهم أصبحوا الانفلوينشيلز اللي هم المؤثرين اللي هم البلوغرز أنا ما أنا شايف إلا ما ندر بلوغرز لهم خلفيات ثقافية عمق ثقافي عمق مجتمعي عمق تاريخي عمق فعلا يؤدي إلى التأثير أغلبية البلوغرز يتابعونهم لأنهم شتامين زين ورداحين زين ويهاجمون الآخرين ويفضحون ويلجؤون إلى المصادمة ويلجؤون إلى السب والشتيمة فتلاقي وراهم مئات الآلاف ومن يكتب بالتزان ومن يمكن يبحتى أخبار رسالة يمكن اللي يتابع ألف ولا ألفين ولا ثالث يدوبك فالذائق العامة تأثرت بدون شيء بس اليوم نعتبع على منه اليوم لأن الناس اللي قاعد تابع هل نعتبع على الناس اللي قاعد تابع؟ لا أنا أقول ما أعتبع على البلوغرز ولا أعتبع حتى على الناس الناس شذي ذوقها ظاهر يعني بالعام أنا في مثال استعملتها وائد لا بس إذا أقول لكم ويهذا ما سمعتوك أنا كنت مدير تشرفت أني أكون مدير رحلة الأمل الإنسانية طلعت بلينجو شفناها من الكويت وصلت أوروبا وقطعت تغريبا زارت أربعين منه وقطعت أربعة عشر ألف كيلو بالبحر تابعناها طرب وعياننا مشعل وخالد داون سندرا ومع أبهاته ومع هذا لما يوصلون تطلع روحنا أنا واللواء خالد الكندري ومدير القاعدة البحرية عبره عمان ذاك نوم خليج عمان اللي هو البحر العرب يعني تخوم بحر العرب وأمواج توصل إلى سبع أمتار عشر أمتار عشر أمتار الموج الواحد وشي لهذا ويشدق لأنه محيط فوصلوا بالسلامة إلى صلالة وثلاثة أيام متواصلة متواصلة تخيلوا ليل نهار وهذا وهذا يضرب فيهم الموج يعني الرحلة كان لها متابعة كبيرة وصدة كبيرة حطيت أنا بالأخبار بالإنستجرام قلت وصل أبناءنا بعد جهاد كذا ومرير ومكفاح وذاك مع الأمواج وصلوا بالسلامة إلى صلالة لايك أتقدر كانت أربعين خمسة أربعين لايك نفس اليوم في واحد من الشباب الحلوين إعلامي إعلامي لطيف ما نقال منه أنا أحبه شخصية خوش آدمي رايح إجازة وفي دولة أوروبية وحاد صورته قاعد في البلكونة يقول اليوم أنا تريك تكرواسون وفراولة ومادري شنه أفتكركوا خمسة عشر ألف لايك إذن لايك الناس على شباب معاقين أعبروا هالمحيط وما يوصلوا بالسلامة أربعين لايك وهني كرواسون وش اسمه خمسة عشر ألف لايك أنا ما فسكت قلت لا حلو لا قوة الله بالله فما أدري يعني خالق أعطار المعاقين اليوم كان أصورة عسيف دائما تبحث وكان فيه مشروع تعاون لتقديم برنامج مع الأستاذ الكبير محمد السنعوسي يخص موضوع المعاقين والتجربة هذه وقفت أنا كافية فكرة برنامج يعني أول شيء أنتم مشكورين اللي استضافته وعميد الأعلام أنا يعني أنا مطلق عليه عميد الأعلام الكويتي يستاهل أخوي الكبير وأتشرف بالعمل معه في أي مجال فعلا كنا مفكرين أن نسوي عمل مشترك وتشرف العمل وياه لكن يعني هو مؤجل لما نلقى الوقت المناسب على فكرة ستة على ستة يمكن يمكن أعلن سر أول مرة ستة على ستة قبل لا يطلع كما هو طرحنا أول ما طلعت قناة أوربت نعم طلبوا مننا كان الأخي الأستاذ بيدر بوريسلي هو مدير أوربت الكويتي قال أنا ودي أن ستة على ستة لما وقف هنا برنامج ستة على ستة وقف تلزون الكويتي فقال لي ودي ستشونا أنتو بطار كلام وطار قال يلا خنجر يميع يميع يبنى حشد من حوالي سبعين ثمانين الأدباء والمثقفين على أساس أننا ندير أثنين اللقاء وأذكر كان علينا رمضان وسنة خمسة وتسعين 1995 في أوتيل الهيلتون كان بوقتها أو السفير المهم الهيلتون بس ما مشت الفكرة يعني لقنا أنا وخذاوين قد يطبعون المركب يعني أنا بطارق قام إعلامية أنا يعني كنت توني بشاق طريجي فصارت إدارة البرنامج من أثنين ما مشت وإلا كان مفروض 6 على 6 ينطلق عربيا من خلال بطارق وخلالي لكن ملا كتب مع أني أنا أتشرف في العمل مع أستاذي الكبير وعميد الأعلام وخوي الكبير وأصدق أصدقائي الأستاذ محمد سنسي بخالد بخالد الحين هالأيام سيارة ضجة وسوال في قاعد تصير أبي أكلمك عن تقييمك بخصوص السياسة والبرنامج اللي قاعد يصير شنو تقييمك في الموضوع أو نتكلم في الأحداث الأخيرة الموجودة حاليا نتكلم في البداية على مجموعة جر ثمانين اليوم أقاويل هل اليوم الأستاذي والجاسم ينتمي لهذه المجموعة فعليا ولا فكرة معهم زين أنا قلتها في حسابي بالتويتر ولا بس أني أقولها معكم اليوم على الهوى في من قال لي من حاج وفي من قال لي من ذا شنو يعني أول الموضوع وحمل أكثر ما يحتمل يعني الأخ عادل الزواوي تربطني فيه علاقة أخوة وصداقة من خمسين سنة من أيام الثانوية ثانوية كيفان كنا أو يعني أيام الدراسة أو أيام هذا وأخه صديق وأنا وياه يعني على تواصل بالمستمر الأخ عادل من الله شافي يعني صارت عنده مشاكل بريولة وكذا يعني ما يطلع قوي ذو البيت فأيام الأربعة يدعيم أصدقائه يعني محبين كذر يعني بالبيت عنده ومجلسه عبارة عن صالون ثقافي صالون سياسي تنوع أفكار وطروحات فقبل سبوعين أو قبل ثلاثة يمكن تقريبا قبل ثلاثة سابيع اللي انطلق منها عد عقوبها مجموعة الثمانين وكذا دعيت أنا من ضمن دوانية الأربعة دوانية هو يسميها ملتقى الأربعة أبو محمد لخادر وكلهم أصدقاء ونعم فيهم نعم الرجال ونعم يعني نخبة فعلا نعم من مختلف الأطياف دوانية مثل أقولك دوانية بس بيتها فكان مطروح موضوع البدون يعني كقضية كقضية نعم وياي الأخ ويوسف صالح الفضالة نعم كرئيس لجهاز البدون قاعد يشرح البدون وعن يعني السياسات اللي تبعت وعن كم العداد يعني الشرح العام اللي منشور ومعروف بس يعني المجموعة هذه كانوا مسبب طلب مني الأخ هذا لأنني أدير الجلسة بأتبار إعلام لأنه لازم أشوف هذا عقوبها خلص بيوسف خلال الساعة أنا قاعدت لي ممكن نص ساعة ومشيت كان في خلال النص ساعة صار الموضوع على يعني المستجدات اللي هو قانون الجنسية قانون الجنسية وتعديلات متعديلات وفي كان ناس ضد هذه التعديلات وأن لازم يبقى وأنا خمستعش على تسعة وخمسين سنة تسعة وخمسين هذا قانون نعتقد سيادي ولازم نحافظ على تماسكه وما يتغير القانون انجسته فتل يعني أنت أنت مع الفكر أنا معه أني ما أجيس القانون تسعة وخمسين لأنه نشأت عليه الدولة الحديثة ونشأت تكوين الهوية الكويتية من خلال القانون التجنيس هذا عندنا شيء بنقول أنا معه لجول القضاء في المحكمة الإدارية فالمهم صار نقاش وطلعنا بخالد نشوف التقرير ونجع نكام فضل في فئة أصلا مهمشة وغير ولا الحكومة من التفتلها ولا القوى السياسية من التفتلها اللي في فئة يعني أهل البحر اللي غاصوا وماتوا وناس ناس ناس ناسرغدوا وثروا وهم مستريحين واللي اشتقوا وما حصلوا واللي الهبنية ما حد التفت إلى إلى عامة الناس اللي ممثلة أهل البحر وأهل البر أصلا اللي اللي كانوا قبل النفط هذا المحد يدري عنه الكل مظلوم بس يقول أبناء البحر مهمشين يعني أنا صحيح لأني أنا أنتمي إلى إلى أسرة وإلى هذه الفئة اللي اللي مبطت هذانها بالغوص واللي اللي تقصصت يدها بقصص صخر واللي اللي بنت السور وغيرها أيضا ما حد والله يدري عنها أيبو خالد شفت التغرير شفت التغرير إذا عندك سؤال عليه بس خلنا يكمل عن المعدة الثمانين ثاني يوم تصل فيني الأخ عادل وقال إن إن تمخض الاجتماع هو اللقاء ثمانين ما كان الاجتماع ثمانين والله تداول نحن الثمانين ونحن وكذا أنا ما دي أصلا إن كان العدد الثمانين قال النبي راح تشكل وفد لمقابلة السلطات فهذا قلت موفقين إن شاء الله يعني هذا حق مشروع أن أي مجموعة تروح تشرح وجهة نظرها أنا ملتزم في مجموعة أخرى اللي هي مجموعة التوافق مبادرة إصلاح مبادرة إصلاح والتوافق الوطني برئاسة الأخ عبدالله مفرج وأتشرف يعني بهذا وطبعا عضو في جمعية لخاء وعضو في جمعية لخاء الوطني وعضو في التحالف الوطني بعدين صارت تداعيات بسرعة بسرعة إعلان مجموعة الثمانين وكذا حتى أنا استدركت الأمر ويا الأخ عادل قلت له ترى ليس كل من حضر بالضرورة عضو في ما أعلنته كمجموعة الثمانين إذا هي مجموعة سياسية أو حتى اجتماعية ترى أنا أنتمي لمجموعات أخرى خاصة أن صارت فيه بعدين على الطروحات أخرى أهل الدين أهل الدين أنا ما أحب هاللغة هذه وعليت طرقوا عقادة الموبها اليوم الكويتين قاموا يصنفونهم داخل السور وبر السور وقبلية وسني وشيعي كل يوم قاعدت تتجدد هذه خطورة هذه خطورة جدة خطورة على الاجتماع الكويت هذه خطورة أنا برجع للتقرير وقلت أهل البحر مهمشين شلوهم مهمشين هذا في وقت أنا أعتقد هذه أثناء الحملة الانتخابية اللي نزلت سنة 2013 نعم وأعتقد يمكن كان هنا بالعدالة بالعدالة كان نعم أي بالعدالة كنا ويا أحمد المعزيمين على الفضلي نعم لأ خامد الفضلي يعني السياق اللي يفي الموضوع أن أبناء القبائل مظلومين أبناء الطواف مظلومين قلت إذا كانت شذي يعني المسألة كل واحد يبيقول إلى وين ينتمي مظلوم ومظلوم أنا أعتقد أيضا البسطاء اللي هم أهل البحر وفعلا الغاصة وغيرهم يعني معتبرين عمال معتبرين ومن عامة الناس ومن أهل الله وما حدا صن حولهم فعلا ما حدا حولهم كان وأنا استشهد في بيت وأبيات من العم الشاع الصالح النصر الله اللي يقول ما سرغد واثروا وهم السريحين والاشتقوا وما حصلوا الهبني يوم السفر والغوص وبيوت يتطير ويسأل الهيرات يا كويت عني وهكذا يعني أنا على قناعة أن هناك فئات كثيرة مهمشة من الكويتيين لا نقول والله من أبناء القبائل ولا من أبناء الشيعة ولا من أبناء السنة ولا من أبناء البحر يعني أنا قلت هذه فئة يمكن محدة سنة يطاريها وحتى أبناء البر يعني الكويت مبنية بر و بحر صحيح بسطاء الناس محد حولهم فاللي كنت أدعو له يعني يمكن اللي مو كامل في التقرير هذا أنا كنت قاعد أقول عندما نتكلم عن التهميش ونتكلم عن وجوب الالتفات فهو وجوب الالتفات إلى كل المهمشين لا نقول والله أبناء كذا مهمشين ولا كذا مهمشين هذه نغضتي فمجموعة الثمانين خلنا أكمل لك بس نغطة العيني وراسي وأشجب ما قيل عنهم واوية قالوا الزواوي الثمانين واوي وهذا وصف آلمني لأن كرام الناس كانوا موجودين وناس محترمة وناس مختلف الطوائف ولهم كل احترام والتقدير وأنا شخصيا أحترمهم ولما قلت أنا لست منهم أنا ماني من المجموعة الثمانين هذا ليس استنكاف منهم حاشا لله أنا أحترمهم أغذرهم بس الانتمائي أنا إلى مجموعة أخرى اللي هم بادرة الصلاح والتوافق الوطني ومن حقهم أنهم يبدون آراءهم مثل ما من حق آخرين يبدون آراءهم فمثل ما أنا أقول لا يجوز الهجوم عليهم وهذه كتبتها في مقالة لا يجوز الهجوم عليهم وتسفيهم وتتفيهم بهذه بهذه الأساليب وأيضا لا يجوز ولا تمنى على أي أحد منهم أن يستعمل كلمة أهل الكويت لأننا كلنا أهل الكويت حتى من يرى الرأي الآخر كلنا كويتيين على قدم المساواة بخالد أنا آخر سؤال بس يلقى بلالخلص أنت مع تحصين قانون 59 قانون الجنسية أنا أنا وكتبتها ولا أزال أقولها أنا أقول هذا من القوانين السيادية اللي نشأت عليه الدولة الحديثة إذا تعبثت جزئية منه قد يتفكك كله أنا معه بس سيادة القضاء على المتضررين من حالات السحب الجنسية بس مو معه أن نأخذها كحق سيادي المنح والسحب حق سيادي ولكن النجوء للقضاء أمر ضروري من خلال المحكمة الإدارية كما هو مطرحنا أكيد بو خالد دلوقت قاعدين دركنا كلما أخيرات حب توجهها قبل أن نختم أحب أشكركم ما قصرته والساحة السياسية حاليا أيضا كاتب يوم اليمعة أقوب باشر تحتاج إلى بعض الأحداث تحتاج إلى منجم ليفسرها نحن في بعض الأحداث مدهشة ونحن قادرين نفسرها فتحتاج إلى منجم شكرا أكيد وإن صدقوا هذا إذا صدقوا يوصون شكرا على استضافتك شكرا على استضافتك لنا أعزاء المشاهدين رح نطلق بريك وفقرة مريم المؤمن شكرا على استضافتك للمشاهدة